الحقيقة في حكتين مهمين أو يحصلوا الساعات الأخيرة عبدالفتاح السيسي في باريس زي ما أنتوا عارفين بيشارك في قمة المثاق العالم الجديد للاقتصاد والأمم اسم طويل كده وفي حالة احتفاء بوجود السيسي في القمة دي لكن انبارح وزير الخارجية الإثيوبي طلع تصريح أن إثيوبيا اقتربت من الانتهاء من المال الرابع لسد النهضة نشوف الصورة كده خبر وزير الخارجية الإثيوبي وهم بيتكلموا في تصريحات أن إثيوبيا خلاص على وشك الانتهاء من المال الرابع للسد الخزان وكان الخبر منقول في العرب الجديد وفي عدد آخر من المواقع من ساعات قليلة من ساعات قليلة من يمكن ساعتين التقى عبدالفتاح السيسي بمجموعة من الرؤساء ومجموعة من الزعماء ومجموعة من قادة العالم المشاركين في القمة من بينهم شخص ما أكيد الناس دلوقتي تخيلت الخبر اللي فات أنا كنت بتكلم عن إيه فمين الشخص ما اللي قابله الغريب إن السيسي التقاه بالأحضان وبالابتسامات وبحفاوة وحرارة بالغة لكن الأغرب أن قناة المخابرات العامة والتي يعتبرها النظام مصدرا رسميا لاستقاء المعلومات نشرت صور السيسي وهو يصافح أبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي على الحساب الرسمي للقناة على تويتر ثم حذفتها نشوف الصورة اللي اتحذفت من حساب القاهرة الإخبارية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يصافح رئيس الوزراء الإثيوبي على هامش مشاركته في قمة باريس هشتاج القاهرة الإخبارية ويبدو السيسي في الصورة سعيد وفرح ويعني الراجل هياخده بالحضن وهقول له فاكر القسم اللي انت حلفته والله 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 مش هتمثل مياه في مصر أمال إيه اللي حصل بس إيه اللي غيرك يعني الصورة الأولانية كده والصورة الثانية كده نقرأ كتير ما بين السطور مواقع مصرية كثيرة نشرت هذه الصورة منها القاهرة 24 ومنها موقع فيتو ومواقع عربية كالقدس ووكالة الأناظون الحقيقة وكالات أنباء مهتمة جدا بالصورة دي لأنها جاية بعد أقل من 24 ساعة من تصريحات وزير الخارجية الإثيوبي أن هم هيخلصوا الملء الرابع طيب نرجع بقى ونسأل سؤال القاهرة الإخبارية نشرت الصورة دي وهي مصدر رسمي حزفتها ليه معلش أنا محتاج أعرف ليه مصدر رسمي النظام دايما بيقول لنا اسمعوا القاهرة الإخبارية فروحنا نلاقي الخبر الله دول جايبين أو السيسي بيسلم على أبي أحمد لسه التعليقات هتبدأ تحت يا أنتم عندكوش دم أنت إزاي بتعمل كرة دول خلصوا الملء الرابع هنا جاية تعليمات السامسونج إيه يا ابني اللي أنت مهببه ده امسح الصورة بسرعة ماينفعش مصدر رسمي مصر ينزل صورة السيسي وهو بيسلم على أبي أحمد بالحلوة دي الناس تقول علينا إيه ما عندناش دم فعلا الناس بتقول عليكو كده لكن فريق آخر كلام كان قاعد حاضر ووجد هذه الصورة أول ما اتنشرت وحذفت خدناها وعرضناها على حضراتكو عشان نطرح سؤال أنتو مش قد الكلام ده بتعملوه ليه يعني أنت مواضح أن أنت قلت صحفي وصورة حلوة ويلا نشتغل فجدت لك التعليمات من الضابط اللي مشغلك وقال لك امسح يا ابني الصورة دي دلوقتي منظرك ايه بسيز أحمد يا طهري انت راضي عن الكلام ده علش والله يعني سيادتك بتقعد وبترفع حجبك الشمال وبتقعد بالجنب كده وليك بروفيل معين كده بتتكلم بيه بحاول أقلد وشك يعني أنت موافع على الكلام ده يعني أنت هل هو ده الإعلام اللي احنا مستنيينه من سيادتك هل هي دي القنوات المستقلة هل هي دي سمعة القنوات الرسمية أن أنت محرر عندك يجود من عنده وينشر صورة فخامة الرئيس مع أبي أحمد وهم بيبوصوا بعضه والكلام ده ومبارح إثيوبيا بتقول خلصنا ملء الرابع ينفع كده هيتخصم لك فيها دي ولا أنت هتخصم للمحرر الغالبان يعني هل عباس بيه هيكلم أحمد الطهري دلوقتي يقول له إيه أحمد اللي عملته ضل آخر ببيتك ولا المحرر اللي هيبقى هو كابش الفدة ها ليه قناة إكسترا نيوز حتى الآن ما نشرتش صورة السيسي وأبي أحمد ليه قناة أون والولد لؤي ما نشروش لحد دلوقتي صورة السيسي وأبي أحمد ليه أحمد موسى ومصطفى بكري وكل الجماعة ما تكلموش عن أبي أحمد ليه ده سؤال الراجل إثيوبيا بتخلص الملء الرابع وهو بيسلم على أبي أحمد والقاهرة الإخبارية بتمسح السورة لكن الجزء البائس في الموضوع أنه يبدو أن الأزمة بين مصر وصندوق النقد الدولي مستمرة مبارح كريستالينا جورجيفا ردت على السيسي اللي وجه لها رسالة الأسبوع اللي قابله النهاردة عم فتاح السيسي بباريس بيخاطب كريستالينا جورجيفا وصندوق النقد الدولي بل مش بيخاطبهم بل بيستجديهم وبيستعطفهم عشان يخفوا إيدهم شوية عن مصر خلالنا نسمع السيسي قال إيه من ساعتين ثلاثة في باريس الخطة كانت ماشية بشكل جيد وكنا قادرين على أن احنا نلبي إدارة هذه الخطة بشكل متوازن بما لا يمثل ضغط علينا وعلى موردنا ولكن نتيجة الظروف اللي حصلت خلال الثلاث سن اللي فاتوا أنا قادر أقول ببساطة أن احنا محتاجين تفاهم من جانب شركائنا في التنمية والمؤسسة التمويل الدولية أنها تراعي هذا الأمر مش بس لمصر لمصر وللدول اللي هي ظروفها أخوكم مزنوق راعوا ظروفنا يا جماعة العنوان العريض أن السيسي بيستكدي بل بيشحت من صندوق النكد الدولي وبيطالبهم أنهم يخفوا قديهم بعد ما كان عامل أسد الأسبوع اللي فات بقول لك إيه الشعب المصري مئة مليون دعمني قومي كريستالينا طلعت ادته لمؤاخزة وقالت له لأ هتنفذ اللي احنا طلبناه فطلع النهاردة بباريس يا أخوانا خفوا قديكم عن مصر شوية يعني احنا مزنوقين وحالتنا بالبلة فما يصحش أبدا العنوان العريض هنا أن السيسي يستكدي صندوق النقد الدولي في معركة خاسرة والعنوان الأول كان السيسي يصافح أبي أحمد ويتجاهل أن إثيوبيا تنهي الملء الرابع والقاهرة الإخبارية المصدر الرسمي الجميل بيحزف الصورة بعد ما نشروها بتعليمات مباشرة من سيادة اللواء عباس كامل مدير المخابرات العامة المصرية